تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لتأسيس قوة دفاع البحرين رفع فيها سمو للعهد أسمائية التهن والتبركات بهذه المناسبة مشيدا سموه بدعم ورعاية سمو رئيس الوزراء المستمر لقوة الدفاع منذ تأسيسها والذي مكنها من القيام بواجباتها في تحقيق الأمن والاستقرار لتكون أساس التنمية والتطور داعنا الله تعالى يعيد على سموه هذه المناسبة الوطنية المجيدة بالخير والازدهار والأمن والاستقرار في ظل المسيرة الحضارية المباركة بقيادة جلالة الملك المفدى القائد الأعلى وقد بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء برخية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أعرب فيها عن شكره وتقديره بما يبذله سمو ولي العهد من جهود مخلصة لمواصلة تطوير كفاءة وأداء قوة دفاع البحرين مؤكدا سموه مواصلة الدعم المعهود لهذا الصرح